السلام عليكم يا شباب. قبل كل شي اضغط لايك الفيديو. اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم اجاب لكم طريقة اغلاق تنزيل تلجرام التلقائي على الايفون. اوكي كيف تمنع من تحميل التلقائي للفيديوهات الصور والملفات على تلجرام ايفون. الطريقة جدا سهل تفتح التلجرام بعد ما تفتح التلجرام تضغط على هذا الخيار. بعد ما تضغط على اعدادات. هنا راح يعطيك حزمة او مجموعة من الخيارات. اختار البيانات والتغزين. البيانات والتغزين. هذا الخيار. اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها. هنا لدينا قسمين اللي يهمنا في التنزيل التلقائي. عندك القسم الاول هذا. والقسم الثاني هذا. القسم هذا يشمل جميع الملفات والفيديوهات. اما القسم هذا يشمل جميع فقط الصور. اوكي. اول شي نروح للقسم هذا. اوكي. اللي هو التنزيل التلقائي للوسائد. يعني الفيديوهات والملفات وغيرها من التنسيقات. كيف تمنع التنزيل التلقائي? عندك الخيارين. عندك بيانات القلوية اللي هو انترنت الشريحة. وعندك الانترنت الواي فاي. اوكي. انت تريد تمنع مثلا تريد تمنع التنزيل التلقائي للفيديوهات والوسائد عن طريق الواي فاي. تختار الواي فاي. اوكي. هنا بتحسل تنزيل الوسائد التلقائي. عطل هذا الخيار. بقى خلاص. لحين راح لما انت تتصل الانترنت بالواي فاي. ما بيحمل اي شي تلقائيا. اوكي. ويفضل اذا كنت يعني مثلا تستخدم ابيانات هاتف وواي فاي مع بعض. لازم توقف الاثنين. بحاظ الطريقة. خلاص. ما ينزل اي شي تلقائيا. يعني اذا اتصلت بالانترنت في الشريحة اشتراك. ما ينزل تنزيل تلقائي. اما اذا اشتركت في الواي فاي ايضا ما ينزل تلقائي. في بعض الاشخاص يعني يحبون ان حتى يحافظون على البيانات او الانترنت اللي شريحة الاشتراك. راح يعطلون تنزيل تلقائي. اما الواي فاي. لو تحب يعني تتصل بالواي فاي وتنزل ينزل الملفات تلقائيا. بس تفعل هذا الخيار. بحظة الطريقة. الواي فاي. اه مفعل. ينزل اول ما تتصل الجوال بالواي فاي. وتدخل التلقائي. راح ينزل تلقائي. اما اذا اتصلت بالتلجرام عن طريق البيانات اللي هو انترنت الشريحة. ما المجموعات او القنوات. اي شيء تريد تمنع تنزيل تلقائي. مثلا المحادثة. تدخل المحادثة الخاصة. هنا بتحصل تنزيل الصور. عطل هذا الخيار او عطل الخيار الثاني. عندك مثلا المجموعات تريد تمنع بنفس الطريقة. عطل هذا الخيار اعطل هذا الخيار. خلاص بهذه الطريقة ما ينزل اي شيء تلقائي. لا صور ولا فيديوهات. لا في القروبات ولا القنوات على الايفون. خلاص بهذه الطريقة اشرحت لكم كل الخطوات لمنع التنزيل التلقائي في تلجرام على الايفون. اذا عجبكم مقطع اضغط لاك الفيديو. اذا ما كنتم اشترك فقناة اشترك فقناة وفع الزر. جبس مع السلام.